بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم معكم إبراهيم محمود مرسي فيديو الحالي بعنوان دمج احترافي للبيانات بطريقة بسيطة وسريعة احنا عندنا بعض البيانات الداتة وفي وسط ديبو البتاعي ده في كلمة الاسبوع الاول بس طبعا النص كده الخلية مش واخداها الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث وعندي هنا عاوز اعمل دمج للخليتين دول مع بعض والخليتين دول مع بعض والخليتين دول مع بعض ودول مع بعض وهكذا بس هما مش لحد 12 بس ده انا عندي الاف البيانات هنعمل الكلام ده ازاي ممكن نعمله يدوي طبعا وممكن نعمله بطريقة احترافية قبل ما نبدأ طبعا بندعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ولو فيه استفسار اكتبه في التعليقات لان الاستفسارات ده هي اللي بتفتح لنا المجال اننا نتكلم في موضوعات افضل ويعني نعرض معلومات اقوى ان شاء الله كمان انا بستخدم تنشيط او تلوين الخلية الناشطة من خلال ادوات الكوتولز وتم شرحها في فيديوهات سابقة لما بنضغط على خلية كده فبيبين لي انا فين بالضبط المؤشر بتاعي واقف فين والكلام ده بدون اكواد يعني ما فيش فيجيوال بازيك الكشف الملف بتاعي اكس ال اس اكس هوا مش فيه اي اكواد خالص ماشي مباشرة تم شرح المعلومات دي في فيديوهات سابقة ندعوكم لمشاهدة الفيديوهات دي تعالى نشوف الحل الطلقائي الطبيعي اللي الناس كلها بتفكر فيه هروح احدد الاسبوع الاول الخليتين دول كده وروح اعمل دمج وتوسط اللي هو ميرج ده ماشي والتاني كده وروح اعمل دمج وتوسط او واحد محترف شوية هيضغط كده ويختار يضغط على اف اربعة من لوحة المفاتيح عشان يعمل نفس الخطوة الاخيرة كده ولكن لو عندي تخيل الف بيان هفضل اضغط على اف اربعة الف مرة واضغط واحدد كل خلية منهم طبعا ده يعني حل غير عملي بالمرة هعمل اندو تراجع في الكلام ده طيب واحد التاني هيفكر يقول لك انا احدد كل البيانات دي كده وروح اعمل دمج وتوسط هقول لك اسف الاجراء ده لا يمكن لان هنا في بيانات كتير وهنا في فارغ كتير فهو مش عارف يودي فين في ايه فين ويعمل ايه ماشي وبتظهر لي طبعا رسالة الخطأ اللي قدام حضراتكو دي طيب نعمل ايه طبعا انا كده برضو هعمل اندو لان هو بقصد الدنيا كده اه نعمل ايه احدد كل البيانات اللي عندي بنفس الفكرة اللي حددنا بيها دي بس بدل ما تضغط على دمج وتوسط مباشرة هضغط على الكمبوكس صغير ده عشان تظهر القائمة المون سادلة دي وفي حاجة اسمها دمج عبر اكروس تضغط عليها كده لاحظ ايه اللي هيحصل تم الحل مباشرة بكل يعني سهولة في خطوة واحدة وبدغطة زر واحدة وبكده نكون وصلنا للحل مباشرة بطريقة بسيطة وسريعة ويعني بفضل الله تم عرض المعلومة شكرا لمشاهدتكم الطيبة لو عجبك الفيديو اعمله شير كتير قدر الامكان دعما لنا ونشرا للفائدة كنت معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة